السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير ويلا خروجة بقى مع اننا لسه مكملين امتحانات بس انا اصريت عارفين ليه؟ طبعا كنا واخدين الشتاء كله باكتئابه عد علينا رمضان باجهاده ودخل علينا العيد كمان وما خرجناش خالص لان اتغفلنا ودخلنا امتحانات ولسه مكملين في الامتحانات بس انا اصريت يوم واحد من نفسي هو مش يوم هو كام ساعة كده بس الواحد يحس كده فيهم انه جد الطاقته وجد النشاطه ودخل ايه؟ طاقة ايجابية كده على نفسه علشان يقدر يكمل في الامتحانات والايام الجاية وبمناسبة بقى ان الجو صيف وجي شم النسيم كمان وما خرجناش في شم النسيم فقلنا نختفلنا ساعتين كده للي ما يعرفش المنصورة انا واخد معاك وجولة في الطريق ده على الكورنيش من اول مبنى المحافظة لحياة دي جزيرة الورد الجولة دي واخدها كده معاك وبالعربية واحنا ماشيين علشان للي ما يعرفش المنصورة الطريق حلو جدا كل ده على الكورنيش النيل والطريق تحفة كمان يا جماعة ايزا قلوكم ان كمان في اليوم ده الجو كان حلو شايفين صور عمالقة المنصورة دول الصور دي جميلة جدا حبيت بس شارك معاكو الجولة في الطريق كده بجد كانت تحفة والجو كان حلو قوي شايفين هنا بقى ده كورنيش النيل زي ما قلتلكم من أول مبنى محافظة المنصورة لحد جزيرة الوردي دي طبعا بقى اللي احنا هنروح نقعد لنا فيها ساعتين كده وهشوف كده نوري مع بعض المدخل انا نزلت معاكو فيديو قبل كده هناك المكان ده بحب أروحه وهقول لكم بحب أروحه ليه عايزة أقول بقى للي لسه ما خرجش يحاولوا تخرجوا كده جددوا تاقتكو وجددوا نشاطكو وجددوا كده حتى الولاد يعني بصوا هو اللي مذاكرهوش طول السنة مش هيجوا يذاكره قبل الامتحان بيوم فما تشدوش الدنيا قوي ووالله كل واحد بقى ونصيبه والإن ده يعني حتى لو ايه النصيب ده في الآخر حاجة من عند ربنا وادعو لنا كده ربنا ينجح ولادنا وينجح ولادكو ويجعلهم دايما من النجحين يا رب العالمين اللهم آمين شايفين بقى هنا بجد كنت بقول لكم احنا قاعدين في العربية الجو كان حلو قوي في اليوم ده كان هوا كده وتحسين نشاط ومنظر النيل كان تحفى طبعا احنا كنا خارجين بدر شوية بص هو انا خرجت بأعجوبة أصلا عايزة أقول لكم بجد خرجت بأعجوبة اللي هو إصرار رهيب على إن أنا عايز أخرج قبلها بيومين أنا معايا ما شاء الله أولى إعدادي وتالت إعدادي فاللي هو خلصنا الاربع وهبدأ السبت تاني فاللي هو أنا خطفت اليوم ده يوم الجمعة فخرجت بأعجوبة بجد فضلت بقى على إصرار أنا مصر أخرج إن شاء الله أخرج أعود على شط النيل شوية وارجع تاني يا جماعة فهمين أنتو دي فخلاص بقى يعني خلاص هخرج يعني هخرج فخلاص بقى أجمعنا على الرأي طيب ماشي خلاص علشان كمان أرضى إن هم يردوا إن هم يخرجوا وقنعهم خلاص طب أنا عاملة الغداء وهناخد الغداء نتغدى بره فهمين أنتو الحيل اللي بنقعد نعملها دي كلها علشان نخرج شايفين الطريق من هنا جميل إزاي على فكرة في جنين جديدة اتعملت في الأماكن دي والمراكب بقى والحاجات دي حلوة قوي وزي ما قلت لكم هقول لكم ليه أنا بحب أروح جزيرة الورد دايما وباخد ولادي معي هناك في شوية كده هنخش الجزيرة ونشوف بس عايز أوريكم هنا كمان ده الطريق لنادي جزيرة الورد شايفين ده مبنى نادي جزيرة الورد وكمان المنطقة دي حلوة أصلا وجميلة في هنا كمان المسجد اللي هنا ده هوريكم القبة بتاعتم ما شاء الله تحفى تحسسكم ان هي زي القبة بتاعت مسجد فلسطين شايفين جميلة 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 وخلاص كده احنا وصلنا وهوريكم دلوقتي ونشوف المكان من جوه فهنا بقول لكم بقى جددوا نشاطكوا وخرجوا وجددوا جوه وخلوا الولاد تخرج من الجو وما تحسسهمش بالضغط وان هم مضغوطين ودخلة الامتحانات والحاجات دي وخلاص احنا تحطينا في أمر واقع وجايين من رمضان دخلين امتحانات اللي هو ازاي ما احناش عارفين بس يلا قدينا مكملين والدنيا ماشية وما بتقفش على حاجة فنبدأ كده مع بعض نشوف الدنيا دي ونخرج ونتهوى وكل ده والله عشان خاطر الولاد واحنا كمان بنبقى محتاجين الحاجات دي من وقت للتاني بنبقى محتاجين خروجة ترد الروح فاهمين انتو اللي هي محتاجين حاجة تجدد حياتنا كده ونشاطنا ترد الروح فينا بدل الإحباط والقاعدة في البيت والحاجات دي خصوصا الناس اللي هي ملتزمة في بيتها زي كده بالضبط ما بتخرجش كتير وكده هنا بقى دخلنا هنا جزيرة الورد هنا من البوابة الرئيسية اللي فيها قطع التذاكر عايز اقول لكم كمان بالمناسبة ان التذكرة للفرد بتلاتة جنيه فلواخد عيلتك وولادك بقى ان شاء الله هتبقى حلوة شايفين هنا المنظر بقى شوفوا بقى ردة الروح كده الهوى اللي كان في العربية وبعدين منظر الخضرة الرهيب جدا والشجر الاخضر والزرع الاخضر والنبات اللي مطلع الظهور اللي طلعه بجد تحفة شايفين ده المدخل كده من برا على الصفين كده وكل حتة فيها مزروعة هقول لكم بقى ايه الميزة اللي انا بحب اروحها في المكان دي اولا في جنين كتير برا عند المنصورة قدام ابن المحافظة والاستاد وكده بس دي جنين مفتوحة على الطريق السريع تمام انما الميزة بقى في جزيرة الورد ان انت مثلا معاكي اولادك واخدين معهم الكورة واخدين الاسكوتر واخدين اي حاجة بقى من الالعاب بتاعتهم المكان ده واسع ومفتوح وجميل جدا يلعبوا الكورة براحتهم بعيدة عن العربيات وما تخافيش اخليهم خالص من الطريق السريع وكده من زي الجنين اللي برا وكمان قعدة بقى عن نيل على طول هنشوف مع بعض دلوقتي نيل على طول شايفين في بقى السلالم والحاجات بسوا زولكم السلالم اللي زي دي كده والدي بياخدوها سحلة او اي حد اساسا موجود هناك وكمان ميزة جزيرة الورد اللي هو انت بتروحي مش بتحسي بحاجة غريبة لانت بتلاقي كل العائلات وقسر وكل الاهل كده قاعدين مع بعض والصحبة الحلوة والحاجات دي كلها وكمان في مراكب في استاد هناك مكان للعب الكورة مخصوص وكمان في ملاهي جوه جزيرة الورد وكمان جنبها على طول يعني من شارع السوق كده بتخشي على البوبولاند تحفة بجد في بقى ضل وهوى ومية وكل حاجة نفسك فيها بتجدد الطاقة والنشاط وتديكي راحة نفسية جد حلوة جدا عايز اقول لك بقى ان الاهم من ده كله ده لينا احنا بالنسبة لنا بالنسبة للولاد يلعبوا بقى وياخدوا راحتهم تلاقي الالعاب اللي هم عايزينها اي والملاهي اللي هم عايزينها وكمان زي ما قلتلك لو واخدين كورة او سكوتر معاهم او كده هيتفسحوا والطريق واسع وجميل وزي ما احنا شايفين الشجر والزرع الاخضر والنجيلة الخضرة شايفين الكورة اللي طارد دي وحاجات حلوة اوي اوي بجد اهم ساعتين تلاتة كده بس بيديونا راحة نفسية ونشاط وتجديد طاقة ايجابية لنا جوه النفسية بتاعتنا كده وجوه نفسية ولدنا فبالمناسبة بقى زي ما قلتلكم خدت الغدى بتاعي وكمان كان باقي عندنا شوية ترمس في التلاجة كده من العيد وجمنا للولاد حاجات حلوة طبعا وايس كريم وحاجات زي كده وفشار والحاجات دي كلها فخرجنا الخروجة الحلوة دي وقعدنا استمتعنا كده بالجو شوية وكمان جددنا طاقتنا ونشاطنا كده مع اولادنا وهم كمان غيروا جو طبعا هو المكان احنا جايين الضهر اللي هو في حدود الساعة اتنين الضهر فما كانش فيه زحمة اوي فاللي هو في الوقت ده انا عمال ادور على حتة تكون الشجر فيها كسيف شوية ويكون ضل شوية على اساس ايه نقعد فيها هو ساعتين اتنين يا جماعة كان العصر ازن علينا ولقينا المكان ده يعني ازدحم بطريقة غريبة جدا عايز اقولكو فعلا هو كله بيحاول يخرج كل الناس كل اللي خلصوا بقى ربع ابتدائي خرجوا خلاص بقى ويمكن كمان خرجوا مصايف واللي خلصوا ابتدائي مرحلة اللي ابتدائية انما اللي لسه مكملين زي حالتنا بنختف لنا ساعتين تلاتة مش اكتر من كده تمام علشان نكمل كده والحياة تستمر والدنيا ترجع تمشي تاني بس تمشي بطاقة ايجابية كده وتمشي وانتي حاسة ان انتي مرتاحة مش مضغوطة نفسيا ولا حتى الولاد مضغوطين نفسيا ولا حاجة بوريكو هنا ده شارع السوق اللي في جزيرة الورد اللي على طول وراه البوبولاند هنا بقى تلاقي لعب اطفال واكسسوارات حريمي واكسسوارات شبابي وكمان يعني ايه اللي هو التسالي بتاعت الاطفال كلها هنا بقى بوريكو البوابة بتاعت ملاهي البوبولاند شايفين هنا بقى بتوع الفشار وبتوع غزل البنات والحاجات السقعة والاندومي بقى بتاع الولاد والحاجات اللي احنا مش بنحبها دي بس في حاجات تانية كتير بنحبها بنجيبها فاتمشينا كده في شارع السوق ده شوية واللي حابب انه هو يشتري حاجة اشتراها زي ما قلت الاكسسوارات البناتي والولادة والحاجات دي كلها واللي اشتري حاجة يا كلها وارجعنا تاني علشان بقى ايه كان الجو في الوقت ده الضلة دخلت والعصر قزن والجو بقى تحفة عارفين اللي هو بجد تحفة فروحنا بقى عشان نقعد قدام شوية عند ال هناك كده عند شط النيل شايفين بقى هناك بقى المراكب والاستراحات اللي هناك دي والجو كان جميل صراحة يعني اللي هو بداية ما دخلنا قعدنا في حطة ضل شوية فيها شجر كسيف انما اللي هناك دي عند كورنيش النيل الحطة العالية دي ما فيهاش شجر كتير قوي ولكن بقى تراوط الميا جاية عليك بجد خطيرة وحلو قوي ان انت تقعد تستمتع بالمتظر عند الميا دي وتلاقي بقى السمك الصغير كده انت شايفة بعينك طبعا هنا بنوتي ردوة الوحيدة اللي بتحب تطلع معايا في اي فيديو بصور اللي هو عايزة تطلع من بعيد بس كده تعمل لي بايا وماما والحاجات دي حاجات البنات الحلوة دي فطلعنا بقى قدام شوية كده طبعا هنا بقى منظر المراكب والحاجات دي كانت جميلة جدا جدا طبعا بقى زي ما قلت كل العائلات والأسر ومعاهم ولادهم والألعاب والجو الهيسة دا اللي هو تحسيه فرحة العيد بتتجدد معاك من تاني المركب بقى عمالة تلف كده حوالينا جميلة جدا جدا ممكن كمان تركبي المركب كده والولاد معاك احنا طبعا اتفسحنا بقى خدنا بقى بسطول هو طلعنا بقى كل الحاجات اللي كانت وحشة طلعناها كده وخدنا حاجات تانية حلوة يعني كل الطاقة الكسل والإرهاق والتعب والحاجات دي خرج الحمد لله وطلقوا دخلنا بقى ايه بطاقة إيجابية كده وحماس ونشاط عايز أقول لكم المكان واسع جدا تتمشي فيه على قد ما تتمشي كبير جدا جدا اللي هو هتكلي وتهدمي وتبقى راحتك النفسية حلوة جدا تتمشي كده في المكان تحفة وطبعا فيه ألعاب كتير بقى المراجيح والحاجات اللي هي الزحلقة بتاعت الولاد والحاجات دي بتبقى جميلة جدا عايز أقول لكم بقى البوبولند جنبنا بقى اللي هو بيركبوا الحاجات العالية دي والأصوات بتاعت الولاد والبنات من الحاجات العالية والخضة بتاعتهم مش عارفة ليه بزنجوا نفسهم ويركبوها طبعا احنا استحالة بخاف بخاف بجد نركب حاجات زي دي لكن الحاجات الصغيرة اللي هي موجودة على الأرض دي نركبها عادي والمراكب وكده عادي شايفين هنا على فكرة أنا كنت بصور لكم والجو كان يعني أنا مش شايفة الموبايل اللي هو بيصور ايه واخديني انتو فالكو فالتصوير بقى كان معينة مش شايفة وقتها انما دلوقتي صراحة طلاح حلو وعجبني هنا شايفين بقى الملاهي دي بقى جميلة المنطقة دي كمان اي تذكرة لعشر دقيق بعشر جنيه يا جماعة في المكان ده لسه الألعاب على وضعها الدنيا في الألعاب مغاليتش شوية هنا بقى حبيت بقى طلعك وبقى عندي النيل وورديكو دي مراكب فردية مثلا بركب فيها واحد او اتنين يعني فرد او فردين بس شايفين بقى منظر النيل طحفة خطير بجد المراكب الكبيرة اللي بتاخد أعداد كبيرة برضو موجودة قدام شوية هنا في مرسى اللي هو معدية النيل بتطلعك من المكان ده ترجعك تاني المحافظة في مركب برضو يعني لو انت مش حابة تركبي ومواصلات وتاخديها في مركب هنا بقى الناس بقى بتقعد على الشط بتاع النيل ده ومعاهم صنيرة وبيصطدوا سمك بجد طحفة المكان ده تحديدا كده يرد الروح لوحده يعني حلوة قوي 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 جميل بجد تلاقي بقى الناس اللي قاعد يصطاد واللي قاعد بقى يتمتع واللي ركبين مراكب اللي هي المراكب الفردية اللي أنا بوريها لك دي ملنا فيديو النهاردة يكون عجبكم وما تنسوش تشتركوا في القناة ولو الفيديو عجبكم تحطوا لي لايك واشوفكم الفيديو الجاي على خير في حفظ الرحمن اشتركوا في القناة